بسبب عدم تمكن من ترك منطقة العمليات في بيجي اضطررت لكتابة هذه الرسالة علها تصلكم هذا ما استهل به نائب قائد الحجر الشعبي أبو مهد المهندس رسالته لرئيس الوزراء حيدر العبادي ويبدو أن الرسالة قد وصلت لأنها أصبحت حديث الأوساط الأعلمية والسياسية رسالة تطالب العبادي بدعم الحجر الشعبي بالمال والسلاح والبنية التحتية وتتهمه بالتخصير أزاء هذه القوات كل هذه المؤسسة من قبل الدولة من قبل رئاس الوزراء والآن يقودها القاد العام للقوات المسلحة بالتالي من حق هذه المؤسسة أن تأخذ ما يمكنها أن تكون في المقدمة ميزانية الحجر الشعبي قليلة لا توازي ميزانية الدفاع ولا الداخلية لا نقول نريد مثل الدفاع والداخلية لكن على أقل تقدير يوازي حجم العطاء الذي تعطيه الحجر الشعبي ودماء الحجر لم يصدر رد من مكتب رئيس الوزراء حتى ساعة أعداد هذا التقرير لكن أوساط برلمانية من التحالف الوطني أيدت دعم وإسناد قوات الحجر الشعبي كونه القوى الضاربة لمقاتلة داعش وأن رسالة المهندس للعبادي لا يمكن تفسير أبعاد سياسية لها فالأمر ليس ألا مطالبات بالدعم المالي واللوجستي الذي يتأخر فيؤخر حسم المعركة ما نطلبه هو دعم الحكومة العراقية ولا نفسر هذه المطالبات بأنها تدخل بالشعن السياسي مهمة الحجر الشعبي اليوم هي مقاتلة داعش ما تحتاجه من إسناد يجب أن نوفر جميعا ما تحتاج هذه القوات لحسم المعركة رسالة هي الثانية للمهندس خلال أسبوع الأولى وجهها لإعلام الدولة لتخصيرهم في تغطية فعاليات وانتصارات الحجر والثانية إلى الحكومة لتخصيرها في دعم الحجر ماليا ولوجستيا نور الأسدي المدى بغداد